وعلى الصعيد ذاته قرر تيار الحكم الوطني جعل استحقاقه الحكومي تحت تصرف رئيس الحكومة المكلف عدل عبد المهدي وعلن التيار في بيان الله إعطاء الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف لتصرفه باستحقاقه من الوزارات بما إراه مناسب للحكومة ونجاحها حرصا منه على إنجاح الحكومة الجديدة المنشودة وإتاحة المساحة الكافية لرئيس مجلس الوزراء المكلف لتشكيل فريقه الوزاري وتنفيذ الرؤية الحكومية الرصينة